بسم الله والصلاة والسلام وعلى رسول الله نستكبل إن شاء الله كده الشابتر number two second chapter والذي يتناول Newton's Law of Motion قواني نوتن للحركة طبعا احنا خذنا القانون الأول Newton's First Law Newton's First Law Newton's Second Law قانون الثاني وخذنا القانون الأول Newton's First Law قلنا جسم كل جسم يبقى على حاتم من حيث السكون أو الحركة ما لم تؤثر عليه قوة تغير من حالته و Newton's Second Law قلنا القوة الفورس بالساوي mass times acceleration القتلة في التسارع هنا نحن ندوم قانون نوتن الثالث قانون نوتن الثالث قانون نوتن الثالث هنا نصه for every action there is an equal and opposite reaction فيه action وفيه reaction action هنا الفعل فعل reaction رد الفعل يعني كده بالعربية كل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في اتجاه for every action there is an equal and opposite رد فعل مساوي ومضاد في الاتجاه opposite مضاد في الاتجاه equal مساوي لكل فعل رد فعل مساوي له مقدار في المقدار ومضاد له في الاتجاه يعني جسم كده الرجل ده ببوشز زاروك هناك فيه قوة قوة بتاعته F1 الحجر يقابل هذه القوة برد فعل يبدأ اسمها reaction ده action وده الاتجاه وكلهما بيساوي بعض تمام بس ده مثلا ده بتساوي سالب F1 بيساوي minus F2 أو F2 بيساوي minus F1 for every action there is an equal and opposite reaction زي موجود هنا البوك هنا مجموعة كتب موجودة على ماسة تمام؟ هنا في force of attraction between book and earth في force في قوة تفاعل بين مين؟ بين الكتاب ومين؟ والأرض يبقى فيه book to earth في قوة وزن الى اسفل يبقى هذي فعل ده فعل مين؟ فعل الكتب على الأرض في reaction reaction force of table on book في رد فعل table على الكتب يبقى عندي قوتين book to earth و table to book غلا هما equal and opposite تمام؟ متسويين مع بعض ومتدردين في الاتجاه ده برضو صورة من صور قانون يوتين الثالث what does this means؟ أنا عندي كرسي تمام؟ for every force acting on an object there is an equal force acting in the opposite direction okay right now حتى الآن gravity is pulling you down in your seat أنت موجود على كرسي والجاذبية قوى الجاذبية بتسحبك إلى أسفل وانت موجود على كرسي بتاعك but newton certainly says where your seat ولكن قانون newton الثالث بيقول أن your seat اللي هو المقعب بتاعك is pushing up against you with equal force بيدفعك إلى أعلى تمام؟ بيدفعك إلى أعلى بقوة مساوية this is why you are not moving وبالتالي ده السبب لأنك انت ليه مش متحرك انت قاعد على كرسي at risk في حال السكون في قوة جاذبية إلى أسفل وفي قوة ترد فعل الكرسي إلى أعلى there is a balanced forces acting on you هناك قوة متزمة بتأثر عليك gravity pulling down قوة الجاذبية بتأثر إلى أسفل your seat pushing up والمقعد بيأثر إلى أعلى هنا برضو هنا برضو في بص يتحرك على طريق action ايه هو tire pushes on road tire اللي هو الإطار بيدفع الطريق اهو بيدغل الطريق كده بيدغل عليها يعني بيدغل عليها عشان هيتحرك reaction route pushes on tire الطريق بيدفع الإطار يبقى عندي action الفعل المقابل لي reaction اللي هو رد الفعل route pushes on tire الطريق تمام بتدفع أو بتأثر على الإطار الاكشن هنا rocket pushes on gases طبعا الصاروخ بيدفع الغاز gases pushes on rocket وهذا reaction يبقى فيه action reaction والرياكشن الجازسية بتدفع برضو الصاروخ الأعلى مراجعة لنيوتنز فرستلو نيوتنز فرستلو objects in motion tend to stay in motion الأجسام اللي في حركة بتميل انها تظل في حالة حركة and objects at risk tend to stay at risk والأجسام اللي في حالة السكون تميل الى ان تكون في حالة السكون unless acted بالرغم انه ما لم هناك unless acted upon by an abalanced forces ما لم تؤثر عليها قوة غير متزلة نيوتنز فرستلو الفرستلو فرستلو فرستلو ده نص القانون القتلة مضروبة في التسارع نيوتنز فرستلو فر ايبري اكشن ذر ايبري اكشن لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد الاغفتية شكرا لكم المقدار من لهم انظر كلا لكم